في بورما محنة الروهينغا مستمرة منذ أيام في المخيمات أو على دروب النزوح عشرة الألاف من مسلمي الروهينغا فروا باتجاه بنجلاديش خوفا من حملة القمع التي يقودها الجيش البورمي لم نتعرض للهجوم على الطريق كنا في بيوتنا حين باغتنا الجنود وأطلقوا علينا النار دون تمييز تصعيد لافت في أعمال العنف منذ الخامس والعشرين من أغسطس آب الماضي حين هجم جيش تحرير الروهينغا عدة مراكز للشرطة البورمية تلتها حملة قمع خلفت بحسب الجيش أكثر من أربعمائة قتيل عمال العنف ضد أقلية الروهينغا في بورما خلفت وراءها موجات نزوح تاريخية في التسعينيات وفي عامي 2012 و2013 مأساة ترتبط أيضا بوضع هذه الأقلية فالقوميون البوذيون في السلطة يعتبرون المسلمين مهاجرين غير شرعيين